اشتركوا في القناة الطبيعية بعاصمة البغاز حيث تعد غابة رميلات واحدة من الوجهات المفضلة لساكينة طنجة للتريد والترويح عن النفس والسنشاق هواء النقي يزيد من جاذبيتها قربها من المدار الحضري وإطلالتها على البحر إذا نصف ساعة قبل الإفطار هكذا تبدو الأجواء بمنتزه أرميلات المجور لغابة برد غاليس والتي تسدحم أيام العطل ونهاية الأسبوع حيث تحل بها العائلات الطنجاوية بالمكان لقضاء يوم كامل وفي الغالب في الأيام العادية يبدأ النهار بالإفطار الجاهز ثم إعداد الغداء الطاجين خصوصا على النار المؤقدة بأغسان الأشجار وورقها الجاف قبل أن يتحول معظمهم إلى المقاهي المحادية للغابة لإنهاء اليوم بكوب شاي ترافقه أجبان ومحليات في وجبة تعرف لدى أهل طنجا بالمريندا إذن ملاظر جميلة والطبيعية خلابة نصف ساعة قبل رفع أدان المغرب بمدينة طنجا حيث يرفع أدان المغرب على الساعة السابعة وإحدى عشر دقيقة حيث يعد أنصف التالي تعرف الغابة بتنوعها البيولوجي المتفرد لما تسخر به من نباتات وحيوانات وهي واحدة من أهم بلوعات الكربون بالمدينة مما يجعل الساكنة تتوفد على هذا الفضاء الأخضر للترويح عن النفس وقضاء أجمل الأوقات رفقة العائلة بعد أسبوع شق تكون هذه المنطقة الوجهة المفضلة للساكنة للإستمتاع بالمناظر الخلابة والهواء النقي جدا إذا أشير على أن مدخل منتزر إذا أشير على أن مدخل منتزر يضم مكانا مشاهزا بشكل جيد لممارسات أنواع مختلفة من الرياضات وكذا ألعاب الأطفال بينما تتواجد عدد من المقاعد والموائد المصنوعة من الخشب أو من جدوع الأشجار والتي تتحلق الأسر حولها دون حاجة للجلوس أرضا أو إحضار لوازم معهم من البيت إذا غابة ترميلات مشاهدين الكرام تمتد على مساحة 67 هكتارا وتتميز بتنوع بيولوجي هام بحيث تضم أشجار البلوط الفليني وأشجار تم استيرادها وزرعها في بدايات القرن العشرين كالأليكوبتيس والسنوبر المتمر كما يتواجد بها نوع من أشجار البلوط لا ينمو إلا على ارتفاع كبير يتجاوز 700 متر لكنه في غابة أرميلات ينمو على ارتفاع منخفض جدا وقريب من سطح البحر والغريب أن هذا يحدث بشكل طبيعي ولعلها واحدة من الحالات النادرة في العالم كما تضم غابة الرميلات أيضا أصنافا حيوانية متنوعة حيث يعيش بالمنتزى بحسب تقرير المندومية تستريح به الطيور المهاجرة العابرة من أوروبا نحو الجنوب قبل أن تنتقل نحو محمية تهدرت بطريقة أصيلة ولعل الضروف من الأنواع ولعل الطريف في الأنواع الحيوانية الموجودة بغامة الرميلات هناك الخنزير البري غير المروض الذي أصبح أليفا ولا يشكل على الزوار أية خطورة بل إن عملية إطعام صغار الخنازير أصبحت واحدة من الأنشطة الممتعة لكثير من رواد هذه الغابة كما أشدت سابقا بغامة الرميلات قصر بيرتيغاليس حيث من النادر أن تجتمع طروة بيئية وأخرى أترية في المكان نفسه لكن هذا ما حدث في منتزى بيرتيغاليس بمنطقة الرميلات حيث يتواجد القصر المهيب الذي بناه الدبلوماسي التاري اليوناني الأصل الأمريكي الجنسية إيون بيرتيغاليس سنة 1840 1925 وفي هذا القصر وحوله دارت حكايات لا تكاد تحدث إلا في الأساطير فقصة بنائه نفسها متيرة للإهتمام حيث كان بيرتيغاليس قد وعد زوجته التي كان يعشقها بأن يبني لها قصرا في أجمل مكان في العالم قبل أن يستقر رأيه على غابة الرميلات هنا بطنجة وبدأ في بناء القصر بمواد أغلبها استورده من أماكن مختلفة حول العالم بحيث لا يقف الأمر عند هذا الحد لأن تميز التروة البيئية التي تسخر بها منطقة الرميلات حاليا يعود الكثير من الفضل فيه لبرتيغاليس الذي أحضر عددا من النباتات والأزهار النادرة وقام بزرعها بهذه المنطقة إذا المشاهدين الكرام نقلنا لكم الأجواء بمنطقة الرميلات نصف ساعة قبل الإفطار كنتمنى على أنكم تكونوا تمتعتم على في هذه الجولة المسائية بمنطقة الجبل الكبير مرورا بمنطقة الرميلات إذن مشاهدين الكرام كنتمنى لكم فطوركم شاهد ساعتكم فطوركم تقبل الله صيامكم بمزيد من الأجر والتواب والمغفرة تحية لكم أينما كنتم ألقاكم في مباشر آخر إلى اللقاء اشتركوا في القناة